طبعا هاي رسالة موجهة الى بغداد وجنوب العراق المحافظات اللي دخلت حرب شوف طبت حرب وتهجير وقتل وأشكال وألوان ودمار تمام هاي المحافظات بلشت ترجع تنتعش من جديد السياسيين اللي بيها اسمع يا شعب السياسيين اللي بيش قالوا قالوا عمي كافي هس خلي نشتغل ترى رح تلاس ترى شعبنا وجماهيرنا رح تقلب علينا بعد ما بيها مجال فقاموا يشتغلون اسواوا هذا مطار الموصل مطار نينوة تمام اللي بعده انطوني خل اشوف الناس اللي بعد هذا الفيديو انطوني خل اشوف الناس اللي بعد هذا الفيديو نعم مطار الانبار هلق هلق ادليم وصار عدهم مطار الادليم وصار عدهم مطار صار شنو عندك مطار بمنطقتين بمحافظتين كانت منكوبة هسه اختلف الموضوع المحافظات اللي كانت منكوبة اسمع يا ابن الجنوب المحافظات اللي كانت منكوبة بلش بيها الاعمار وبلش بيها الشغل وانت يلي قاعد بالناصرية ويلي قاعد بالديوانية ويلي قاعد بالعمارة واللي ما صار عندك لا حرب ولا تهجير ولا دنيا لا عندك مطار مثل الناس ولا عندك دائرة ولا عندك مستشفى ولا عندك شارع ولا عندك حتى مي حتى مي ما عندك وتجي تقول لا تحكي على تاج راسي تعرف من هو تاج راسك راح اقول لك فقبل ما اقول لهم هذا مطار الانبار والف مبروك لكل محافظة تشتغلها لها تمام وخليك انت وتاج راسك يجي سيد مقتدى يقول لكم عمي خلنا نغير تقول لا لا ما اقدر تاج راسي تاج راسي المالكي استوى لك استوى لك المالكي يا مخصطلة انتوني اللي بعده خلي شوفهم بعد هذا الفيديو نعم قرة عينك انتوني يا شطوية شغلية شغلية شغلة واللي ما يصدق يقرأ كتاب المؤرخ الكبير المتخصص في الدراسات السومرية زكريا سينشن او يعود الى كتب ساموئيل كريمر او يعود الى الكتاب الذي يألفه اجي ويلز حسا من اجيب الساموئيل والذي يحدث العنوان بالله الانجليزية history begins from summer التاريخ يبدأ من سومر كان يتكلم عن اولى المطارات التي انشئت في كوكب الارض انشئت في هذا المكان ما يميز هذا المكان وربما هذه معلومة اخرى تضاف الى المشاهد الكريم ان هذا المكان هو اعمل مكان تهبط فيه الطائرات وتقلع منه كافي تهبط الطائرات اعمل مكان هاي شو ما حصل احنا ما تكون بس حتي الطوني الصورة ما للمطار اللي دي يحتي عنا مطار الناصرية طيني ياهة هذا وزير النقل لما انشان حتية عن امجاد وتفاصيل عن مطار الناصرية لا هذا مطار الناصرية صورة لا البصرة اطيني الصورة ما المطار الناصرية هذه الصورة مصيبتها مصيبة اطيني الصورة اتفضل يا يا وزير النقل السابق وانا مطار الناصرية وانا مطار الناصرية اتلف شو سوي والطم والمطار الناصرية ولكاي الموصل طبت حرب ودمار وتهجير وهسه بلشه وحطه وحجر الاساس ولكاي الانبار طبت حرب ودمار وتهجير وهسه دا يشتغلون الى مطار الانبار وانت يا ابو الناصرية اش بيك شاطرين تتفلسفون هذاك يقول لي اطب من القمكم واطلع من القمكم وهذا يقول لي مركبات فضائية كانت الطب المدروين هو هذا اللي حصنا هو هذا اللي حصنا من عدكم تتفلسفون وحققوا كتاب صاموال وانت شا عليك وانت شاكوية على اساس انت فتحل زمانك انت طياحة حظ وزارة النقل والله العظيم بس يحشون وبين جوه الباطن يبوقون قدام العالم يتفلسفون على اساس يبين نفسها ويفتهم اشتركوا في القناة